بساوكم سعيد نعودو من جديد عدنا والعودو احمدو. ما كينغد قربا. ما كينعاء. اراك اللفراجة. اراك اللفراجة ياو العم. جيب جاجة اراك اللفراجة. ماذا جي? الان كما قلت سابقا بانا جينا نشوفوه بالنسبة لخارج السلة. هدول يقولوا خارج السلة بالنسبة للاساتي ده دي الابتدائي والاعدادي. يتي يقول لك مقصيين من خارج السلة. احنا قلنا الاضارة كيفاش تتشوف المسائل ان شافتها ولكن مني بدأت في ضحايا النظامين وبدأت تترقي الناس ثلاثة المرات الرابعة والرابعة الخامسة والثالثة الى اخيرة. الرابعة الخامسة والثالثة الرابعة الى اخيرة. هذيك الساعة ما كانش تشوف بانا المسار المهني يعني خاصه يكون لا يتجاوز لقي خلال المسار المهني. ما شافتهاش? ما شافش بانا النقين اللي توظف بالتامن تقاعد بالتاسع. رغم انه اللي كانوا اتضروا اصلا. اللي كانوا اتضروا. شكون? من الاقراهات? وما اصحاب السلم التاسع? ما اللي كانوا اتضروا من هذيك الاقراهات المالية? اللي كانت تتحجج بها يعني الدولة وتقوم بتنفيذها الوزارة والاطور الوزارية ديالها والاطور الادارية ديالها. على ارض الواقع. وبمباركتي وسكوتي النقابات. التي من المفروض تتكون يا قليك تدافع عليك. تامن النقابات ولا تتكون عندها تمتيلية والتي يقولك تمتيلية النقابية. ولاك الاحزاب في الف وتسعمائة وتسعين دخلوا في التناوب. وكنا يوم اوكيلا الطورو الاحمر. او الابيض. ما والتي بن بزاف. ابيض. قوت يتنوع لنا حتى الان. لما نقوم نزيده في العضرة. اذا. بزاف ديال التجاوزات جاء بها النظام الاساسي. والزاف ديال الاقراهات. والا الان يقر بها بن موسى اقام بحصر جميع نواقص نظام الاساسي الجديد. النظام ديال الفين وثلاثة من اجل تجاوزه. وبالتالي فالنظام الاساسي الجديد اللي غادي جيه. فقط من اجل تجاوزه هذك النواقص ديال الفين وثلاثة. بالاضافة او الهدف. هاد النظام الاساسي الجديد. را قلنا لكم لاباس دياله. هو النظام ديال الفين وثلاثة. وغاي جيه فقط من اجل تجاوزه. هذك شي علاش قال لهم باش يحصروا جميع الاختلالات النواقص والقصور ديال النظام الاساسي القديم ديال الفين وثلاثة. من اجل تجاوزها اما بالحدث او بالاضافة. الشي اللي غيكون فيه غير تتميم تغيير تعديل اضافة الى اخيري. او نقصان. حيض هذي زيد هذي دبر هذي غير هذي تمام هذي عدل هذي. وغيش دو ذاك النظام الاساسي الخاص بي اطر اكاديميات اللي هو نظام اساسي لميهان طربية والتكوين. للان اصبح باين للعيان يعني مؤكد مئة في المئة بانه غادي يكون توظيف لا ممركز. لان الاصلاح ديال الادارة موجود الان في جدول الاعمال ديال الحوار الاجتماعي اللي غينطلق في شتنبير. والانتقال الرقمي. هتولي هناك رقمنة الخدمات. ويعني والاقتصاد الرقمي هذي شير اللي غيخدم عليه في الفين وثلاثة. ولكن لا تمركز واصلاح الادارة سيكون في جدول الاعمال. اذا لابد غادي يكون هناك شيء تقطير قانوني بالتوظيف الجيهوي. لا محالة لا هروب. والجيهوي يرام تايا كين في الجدول الاعمال. وقلنا جميع الاصلاحات اللي غادي تكون الكبرى غادي تكون في جدول الاعمال. هذل هذل يعني الاصلاحات دات الاولوية الكبرى. ومن بين التعليم اللي هو انطلق. اولا. ما دارجوش في جدول الاعمال. لانه انطلق اصلا. انطلق منذ من اتنين وعشرين دارت البرمجة دياله. هملك حلو كل شراء دار لي بن موسى. دار لي اه خارطة الطريق. وكان جا رئيس الحكومة. وجاء وحضر باش دار. ذلك ما كينش هو في جدول الاعمال ديال الحوار الاجتماعي ديال الفين وثلاثة. آه الفين واثنين وعشرين. شوتين بير اتنين وعشرين. لان النظام ان اصلاح المنظومة التعليمية خدا فيها قرار رئيس العقومة. وبن موسى تكلف بها. والاعتمادات المالية رصيدت اليها. انتهى الكلام. من هنا غد نحيلكم على الهاشتاق. تاني من بعد ونظر لكم على الهاشتاق. وعلاقته اما يكون كما تيقول لك هو رفع اعادة الدعم الى المحروقات. يكين عندكم خيارين احلاهم امر. اما اعادة دعم المحروقات. والتخلي على الاصلاحات الكبرى اللي هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والحماية والتغطية الصحية وتعميم هادو كلهم تعميم وبالزاف ديل دال. واصلاح الجباء واصلاح الضريبي الى اخيره والاستثمارات الى اخيره. واما يهبطون لك قال لك القازوال والليسونس السبعة وتمانية. وهما قال لسنت يديرو في الهوامش استرجاع الهوامش من اجل الاصلاح ضمان الاصلاح والديمومة يعني يوفروا الماديات من اجل ضمان الاستمرارية ديال هاد الاصلاح الاصلاحات والديمومة ديالة. تناضروا عليها من بعد. وكل ما عارفوا قالوا. آه غادي اندفق. وغادي اندفقين وواحدين اخرين تيركبوا على الموجة. وغادي اندفقين. با ما كينين. والله اخرين راما. قال سنتا اماتي. كل واحد وبشتيسه. مهم. قلنا النظام الجديد. النظام الجديد فهو فقط من اجل تجاوز نواقص النظام ديالة الفين وثلاثة. اما بالحتف او الاضافة. من تقول الحتف والاضافة. راكين تتميم تغيير تعديل الى اخيري. اذا احنا كما قلت كنا نتاج ديال الاكرهات وخصصا الاكرهات جاءت في الفين وثلاثة والفين واربعة والفين وخمسة. وتما بدأ الاصلاح ديال الادارة. وبدأ التوجه ديال الاملاءات ديال صندوق الدولي باش هناك الترقية ما تبقاش ترقية سريعة. واللي بعطيها بحال السلح فات. وكانت يعني هذك احنا كنا ضحايا ديال هذك الاكرهات المالية. وايضا ديال التوازنات المرغوبة اللي كانت تطالب بها صندوق النقد الدولي باش يعني يدفع المغرب اه يعني باش يقلسوا من الكتلة الاجرية الحكومة المغربية باش تقلس من الكتلة الاجرية يعني لانا قال لك وصلت يعني تكلفة ديالة سنوية مية واثنى عشر مليار انا ديك. ما بدأوا تفكروا دخلوا هذك شيء. الاصلاح رأي بدأ ديك ساعة في الادارة. في ادارة الوظيفة العموية وبدأوا تحديد القطاعات وبدأوا غادين في الاصلاح. توصلنا الان الى مديريات الانتقار الرقمي واصلاح الادارة. ومن قال لك انتقار الرقمي الان را ما شتي لعبه. را الان واللات غتولي اه رقمنة الخدمات والاقتصاد الرقمي من اجل توفيع اه فرص الشغل في افوق الهين وثلاثين. هيكون كل شيء ديالشي ديال. وغي يبدو فيه الان. اذا باش ما نطولوش. كما قلنا بان هاد خارج الاطار كما قلته سابقا. النار عرفت المشاكل ديالو انه ما كينش في النظام الاساس ديال فيه. اذا كيفاش غادي 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 اتعالج هاد المشكلة وكيفش غادي ديرو. اذا باي اللي العيان بين واضح الان بان كين لم تيميش بين درجة الجديدة. درجة الجديدة. والدرجة الممتازة. مما غي حدو درجة جديدة للجميع. لان الموظفين اللي غيكونوا في النظام الاساسي الجديد. لغي يضم هيئتان هيئة خاضعة للنظام اساسي دير موظف وزارة التربية الوطنية. وهيئة خاضعة للنظام الاساسي لمهن التربية والتكوين لهما اوطار الاكاديميات. الفئة الاولى هما كل ما توظفهم من الفين وخمسة عشر وما قبل. الفئة دي الاوطار الاكاديميات منعينة يعني يحي التعاقد من الفين وسط 짜شر وما بعد. اذا كيف يمكن ان تجوز هذه المشكلة قبل ان تجوز التعاقد للاثر يعني لدينا المقصيين تقول لك مقصيين من خارج السلام. وتقول له اطر رجعي. هداك من سابر المستحيلة باش يكون. نهائيا. نغيب. قدرت شو يكون لانت تكلفة قل لك كنا مية وثمانين الف وذكر كنا وصلش ميتين الف. لا يمكن تحقيقها حسب الاكرهات المالية اللي كنا. وخيبغو يوزعوها. اذا تنشوفو احنا الاغكل او كلهم. باش هنقولو الاغلابية وكلهم تقريبا. را هما عندهم الشروط باش يولجوا الدرجة الممتازة. فهل يعقل انه غدي يحطوه الدرجة الممتازة? لان اللي تحددت الدرجة الممتازة في النظام الاساسي ديال الهين ديال ديال وزارة التربية الوطنية. فاوتوماتيك مو غدي دخل غدي دوزو بلاكوطة غدي دوزو بلاكوطة لان النظام الاساسي ديال الوظيفة العمومية جو سيفا ربعة بعمية وثلاثة راي يقر بان اي واحد اي موظف رسمي خاضع للنظام ديال الوظيفة العمومية. والنظام الاساسي ديال جو سيفا رجل سيفا رجل سيفا ربعة وخمسين ديال الفين وثلاثة. فجميع الموظفين دياله اللي خاضعين له وتوظفوا على اساسه فهم خاضعين للنظام ديال الوظيفة العمومية. بالظاهر شريف واحد ثمانية وخمسين سيفر سيفر ثمانية. وبالتالي فاي واحدة عنده السلم الحاضي عشر وعنده خمسان سنين السلم الحاضي عشر وعنده الرتبة السابعة غاية سيورق إلى الدرجة الممتازة يلقائيا. وهذا الذي بغين كنش يحصل. لان العدد كبير. وحتى المحاصرين في السلم العشر كتار. وحتى المخلفات اللي كنا احنا ذلك خلونا من الفين وثلاثة الفين واربعا الفين وخمسة إلى آخيره. فما كانت هذه السياسات التراجعية التي كانت يعني تستجيب للاملاءات ديال صندوق النقد الدولي من اجل التحكم في الترقي ومن اجل التحكم في الكتلة الاجرية الى اخره. والاكرهات المالية وتتحججوا بالاكرهات المالية وتوازنات المالية. فهي يعني من سابع المساهلات باش قد يديروا درجة ممتازة في النظام الجديد. في النظام الاساسي الجديد. بل كل ما في الامر تكون هناك درجة جديدة للجميع. للجميع. مع احتفاظ الاساسي تديل التانوي دائما بالامتياز ديالهم وهو الدرجة الممتازة. لانهم الان ولو تتوظفوا بالسلم الحادي عشر فما يمكنش لهم هتكون عندهم غير درجة من بعد الحضاعش. درجة يعني درجة الممتازة. فغتكون عندهم درجة الممتازة. ودرجة لغي يستفد منها الجامعة. لان كما قلت شروط التوظيف كانت تختلف في السابق. فشروط التوظيف هي اللي دارت ها التمايز بين الاساتدة. هي شروط التوظيف اللي كانت سابقا. لان شروط توظيف ديال التانوي تختلف عن شروط توظيف ديال اعدادة تختلف عن شروط توظيف ديال الابتدائي. وهي اللي دارت هادي التمايز. خلها الزاب ديال ديال الميكا اللي ضربتها اللي كانت تديرها نقابات وتدوز بالزاب ديال ديال تراجعات وبالذات ديال المسائي. اما بالنسبة المشكلة ديال الاساتدة اللي نفرد عليهم تعاقد يعني اطر الاكاديميات الذين سيصبحون اطر نظامي الاكاديميات بمجرد انه غيحدث لهم نظام اساسي خاص بهم تحولوا اليه نفقات الى الاكاديميات وهذه النفقات تحولوا الى مناصم مالية. هادش اللي غادي يكون. لان كل شهد الاصلح ديال الادرة غايد يكون في في جدول لاعمال ديال الاصلاح الادرة غايف يكون في جدول الاعمال ديال ديال الاطلاق الحوار الاجتماعي. الى جانب اسلاح التقاعد اصلاح آآ تلك المنظومة غايد روح ديال منظومة صحية الى اخيره. وغايد يكون هناك تغطية صحية تعميم ديالها تعميم يعني الحماية اجتماعية اخراز تجيل الاجتماعي من اجل الدعم الى اخيرين موحات وغد تكون هناك اصلاحات كبرى. فهناك اعتمادات كبرى وهناك واحد يعني واحد المجهود كبير ماليا من اجل يعني ضمان استدامة يعني وديمومة هذه الاصلاحات. وهاد الشي اللي غد يخليش باش يعني المازوط ولا الليسونس باش هي بطل سبعة او ثمانية. ممكنش. لان استرجاع هذيك الهوامش هي تغدي الخزينة ديال الدولة من اجل يعني ضمان يعني تمويل ماديا وماليا هذه الاصلاحات الكبرى. التي ستبرمج بجدولة مالية وميزاناتية لأول مرتين غد تكون المالية ديال الفين وثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين. اذا بالنسبة للادماج. هذا سأشيره الى بالنسبة للاساتدة الذي نفرض عليهم التعاقد. باش نوضح واحد واحد المسائل انها اشنا هو الادماج? الادماج هو احداث مناصب مالية شخصية وقهرة. اما تكون ممركزة او غير ممركزة. الان غير يمشون لا ممركز. غير يمشون توظيف الجيب. ولكن يجب ان يؤثر بالقانون. لان الموظف تعريف ديال الموظف. الموظف العمومي. يخضع في علاقته بالادارة لوضعية قانونية وتنظيمية. عفوا. الموظف العمومي يخضع في علاقته بالادارة لوضعية قانونية وتنظيمية. وليس 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 في وضعية تعاقدية. نعيد نعيد نعيد. حتى رابط نشوفه بزيال. الموظف العمومي في الغالي هو يخضع في علاقته بالادارة لوضعية قانونية وتنظيمية. وليس في وضعية تعاقدية. اذا هذا الوضعية التعاقدية ما خصوش يكون فيها بشكون موظف ديال الادارة. ده موظف عموم ديال الادارة. وبالتالي فانه تربطه بالادارة شروط تحددها القوانين والتنظيمات. وهو ملزم بالامتتال لكل تغييرات او تتميمات او تعديلات في هذه النصوص. الموظفون راه معروف ان تكونوا اما في وضعية خدمة او في وضعية اعارة. او في وضعية اعارة. او في وضعية اعارة. يعني تحت تحت التصرف. تقولوا لا تحت التصرف. وضعية اعارة او تحت التصرف. هنا في دركيا الان بالنسبة للتعليم. ما بقاش شرحنا التصرف. يعني الاران التصرف هو انه تيمشي خدم في سلك غير سلكي هي الاساسي. ولكن تحتافد بالحقوق دياله في التقدم يعني في الترقيات وفي المعاش. بالنسبة الابتدائي. ولا تقوانين تنظيمية باش تنتقل من سلك الى سلك باش تكون هناك تغيير للاطار. اما باش يعني باش يكون هناك رهنا رهنا الاشارة مثلا يعني بحال هدول كانوا تديروا يعني تكون ابتدائي وتديروا للتكليف بمهمة. يعني هذيك رأي تكون في وضعية اعارة. يعني او مش من السلك ابتدائي مش السلك خار. مش السلك التاني الاعدابي. يعني غير السلك دياله. ولكن تيبقى تحتافد بالتقدم في الترقيات دياله وفي المعاش دياله. الان بالنسبة للتعليم. هاد المسألة دي الرهنا وضع رهنا الاشارة مبقاش يعني الاعارة مبقاش. يعني يخصص كل شي يكون في الخدمة وفي السلك دياله اللي هو تعين فيه. ولا بغا يغير يعني سلك اخر فهناك اجراءات قانونية من اجلي تغيير الايطار. وبه وجب الاعلام والسلام. هل دي يوصلنا؟ باقي منه. اما بالنسبة كما قلنا الهاشتاغو سي اخنوج. فهناك اصلاحات كبرى مدرجة تم اعداد الجدول العمل ديالها في تكون في الحوار الاجتماعي لغين طالق في الشتنبير بين رئيس الحكومة والباترونا والامنة العامين ديال التمثيلية النقابية. وتفاهموهما اصلا في الحوار الاجتماعي ديال ثلاثين ابريل الفين واثنين وعشرين وخضعوا الدعم ديال ثلاثة المليار وناص وقادوا الامور احتقنوا الاضراب غادي يتموا المناقشة ديالو. ومن اجلي تعديل المدونة الشغل باش تكون على المقاس اللي واللي تقنية الاضراب الى اخيره. وغادي تكون هناك مفاجأة لابد ولكن طلبوا بالله المفرش للجميع. وما تنسوش الدعموا القناة. بارتاجوا. وديروا اللايك. ودوروا مياواشر. ما ديش اللي تقول باخنوش ارحال اخنوش على. واش هو من يجا عاد اخنوش. اش كون يجاوه? عنا كنا تنغوتوا من النهار في الشوتين بير. تنقول لكم را هو ما والباترونا خرجوا الفيديو واحد. اخنوش مع الباترونا عملتان اللي وجين واحد. كنت تضربوا في العنب البرقاء وقص الضرقالة. وما مسوقين شي حاجة. وده بادر كاياب شهر شو يتانو بير غايف بنادم بدي يرشو فيه داني. تبدال الامور ديرة. وكل واحد ينسو كل شي. وغا ينسو كل شي. لانا كينا هناك فعلا اصلاحات. لكن هاد الاصلاحات فهناك مصلحة عامة. كينا الهاشتاك. كينا المصلحة العامة. وكينا الاصلاحات دي الاوراش الكوبرى. هي اختارو كيفاش اندير ليه. اما را كينا ينضل قيا شخصهم. حس وغا تبقى اللي في ذاك وبدأ يبدي يزنن. طيح البقرة. كترو الجناوة. بدي يزنن عليه. فاختزال ازمة. في اخنوش لا غير غير. لا غير مقبول. ما يمكنش. تختاز اللي انت ازمة في كل شي في الشخص. وهد الشخص انتو ما تتعرفوه. رجل مال واعمال مندو زمان. تتعرفوه مزيان. في الفين وستاعش هو. زيش قال? انا اعقلكم. قال انا غد نكونو في الفين وواحد وعشرين غد نكون في هدك المحطة. الفين وستاعش. والسكبين كيران مع اللوك تيش صفكو ليه. انا مش كونش شوفا اللي قالت عليك. وارا عارفش تيدير. دار اعادة لهيكالة. واعتمد على على التمويل واستطمار هديك الساعة. في هذك المسائل دياله واخده بجد. والامور اخرى تاني. ووصل في اعلان الفين وواحد وعشرين. اختاع الاستيقالة دياله ومشا تل باري مشاهه. وكون صابه هو قام يدير عنه قام يصدع راسه بيجي. مشاه باري. جاسي بن كيران قال لك. بن كيران باقي عاقل انا يا باقت هو مع تستطي شهر قبل باقي. قامت خلوتي يقول ليهم انا غد ندخل الحكومة ونديره ونفعله هذي. وقالوا لي لا دخلتي ما تبقاش تقول لنا كنا لا يكرهات. قال ليهم لا ما كنا لا يكرهات لو هذي. غد نديره العفاريت المسائلات. غد نقدر الامور ودخل جدير. شوية ولتي يقول لك التمسيح العفاريت. تقول ليه شكون التمسيح شكون العفاريت. بحال هذي يدرك اللي واحد قال ليك راح اتمنطي المحكامة. غادي يدخل غيو اللي برلامانية ما عاش غادي يدير. تش غادي يدير ما عدو ما يدير. هذي قلمين احنا عارق هنا ولدنا فيها الولاد عارق هنا كاملة. عارق هنا كاملة هذي قلمين. احنا را كنا تنقلسوا في اوطيل السلام. اشني اوطيل السلام? كين هو بوحده. جميع الكبار اللي تيجو لا بودة تيجو. تما احنا كنا عارفين كلشي الشيات دا والفادة كلشي كانت يدوز نتم. من تمانينات. قلمين عارفينه كامل. كان الحاج عمر اقوداد وكان وكان عائل الزوية وكان زوية كالحبيبي الى اخرين ولي كان وش دين ذاكش. حين عايش واحدين ديقول لك لا هادو مقاريش ما خصوش يكون برلماني. هذا دكتور خاصو يكون برلماني. هذا امور لا تتستوي بذلك شي. تسير والتدبير. ما عندوش علاقة بهذا قاري وهذا مقاريش. الناس راتي تسيروا كانوا يسيروا جماعات منذ سنين. ويحسنون التسير. قول كين هناك سوء التدبير. سوء التدبير. وسوء التدبير راح يقوم بها سواء لقاريش سواء لمقاريش. اذا هنالذي يكون الامانة والاعتيمان. اما الان فلا بد ان الجميع يجب ان ينخرط في هذا الاصلاح. من اجل انقاذ البلد. ومن اجل ضمان ضمان مستقبل ظاهر للاحفاد دينا. والابناء دينا. والحنا رأى فيزنا. وانا نشوفهم هما يكونوا بي خير. مستقبلا. الانسان. نارتها نشوفو عارفين شي واحدين. هادك النارتي يقول لك ها في متخاصم مع اشي واحد يجي بدي يصبن فيه. في متخاصم مع اشي احد. في مدار مع اشي واحد يجي يدير فيه. مع اجداره. وبدأت المشاهدة التنزل والتي يقوت رب اللي خلقه. وكا مشي خارج تيستاف لي مع رأس وغادي يفوج ما فيها بس. يقول لي مرة اني مشيت نفوز شاد عطلة. دي تقول لي مرة لا انا مريض وما اني مريض مشيت غادي نمشي نقول لي عطلة. تقول فيها عطلة وصير صير العطلة الله يفوز. فوج ليك مع رأس كرام من حقك. تولداتك وذكش ما فيها بس. احنا في عطلة. كما تيدروها اطباء وديروها محامون وكل شي تيدرو. ما فيها بس. لاش قد تخبأ راني مريض وضربني البرد وضربني الزوكم وضربني هادي. وراني دركا يا غل ناخد هاداك وغل نمشي ندير. لي بزيف دي الامور لا تستاويك. والمشكيلة فين اعرم اغلكو. وكيناها من يول ونص دي المشاهد. اللي تيضروفشي حاجة اللي هي معقولة واللي هي. يعني تنوير يا وله هي. توفي الاخرين. ولاي حقوقيا وتدافع الحقوق ديالهم. ما كينش قال لي يوقف معاه. ولاي يدعمهم ولاي يدير. وانت احنا بدنا نشير يمينا وياسارا ونعرفين هادو اللي كانوا يديرو طوار في كازرة كنا كلهم كانوا يجوهم احنا تنطلبو عليهم درير يا الله يلي. اخدمنا في عين ديال اخدمنا في الهم الكوبي اكبر رضو كنا تنخدمو فيهم تنشوفو ذاك شي بالليل كل. تنشوفو كلهم وما كم تيبقوا فين. في اخير المطاف تاجول هاد الشي ولا ودير اللباس دي مليار ديال. ما كانوا ها. احنا كنا نشوفوه. ديرو عالطروط واحد. وما تدخل تتحط مية الدرع. عباش تحط الصاك ديال. اتدبر ولا ما اتدبر. احنا كنا نشوفو هادو اللي ديرو اللي باس تقول لك داك. اي واحد داز في الديسكو تيك وداز في في داك راعة عاش من. خي دير مليار ديال. هي بقى ديما معروف. كي باشي. ما كيش بحل معقول. بحل الصفا. بحل الحلال. الحلال يا ولد عمي. هو اللي تيصد. نارد ووزنا تعيين. صلنا واحد لاج وليدات احفاد الى اخيره. صلو بنها دم راتي تكمش. اما الشلاه بياه. الزلالم. بحنا را قادين بهم وقدود. قادين بهم وقدود. وسنفتحوا مواضيع وميلفات. ان شاء الله. ما بغناش نفتحوها. ولكن اذا اضطرت الطروف سنقوم بيفتحيها. بيفتحيها. انا كنا في قلمة كنا في السلام. السلام هو المعقيل. اي واحدين تيجون لاج او اللي داك معندوش في بيضة بيتم. منا مشينا اللايون. كنا تاني فين? كنا في كلوب ميد مني كان كلوب ميد قبل ما يكون قلطي للسلام. وذكرة معروف ديال منه. بارادور. شي بيومي. عارفين شيدة والشيدة. جيش واحد بدي عيقلينا و بدي يقول لك رعا. عارفينهم. كلهم. كلهم. ناهيك عن. لا ما نقولش كويش. يالله بارك الله عليكم. ونشوفكم بخير. وما تنسوش. ديروا الجيم. بارتاجو. ودعموا القناة. ولا بقى لي الوقت غندير شي لايب بلي. لا بقى شي وقت. وكان في الظروف ملائمة. ما كانش الصداق. قدي ندير لها. لانا بقى الخطرة تنبو ندير ليبو تكون ديرون جموع ذاك شي ما تنديروش. يالله تبارك الله عليكم. لا بدو ندير لي. تشاو. خنكون ابو هد. ما يمنيش. نوصل للكلمة وندوار مئة وعشرين.